اشتركوا في القناة فكيف تنظر السياق المتابعة هذه ومحاولة لإسكاد جميع الأصوات الأمازيغية في منطقة القبيلة هو السياق العام الذي جاء فيه هذا الاعتقال ليس اعتقال رئيسة الكونغريس العالمي الأمازيغي السيدة كاميرا نيتسيد بالمناسبة هو الاعتقال الوحيد اللي نكيين أكثر من 300 معتقال في منطقة القبائل وأكثر من 2000 معتقال على مستوى الجزائر بشكل عام منذ الحراك 2019 والسياق العام الذي جاء فيه هذا الاعتقال لكاميرا نيتسيد جاء في سنة 2021 حيث تم اعتقالها أو بالأحرى اختطافها لمدة أسبوع عد قدمت للقاضي التحقيق وهذا خرق سافر حقوق الإنسان وهذا خرق سافر حتى القوانين دي الجزائر فيما يخص الحراسة النظرية اللي اخصمت ما تفوتش كتر من 48 ساعة و72 ساعة إذن هو اختطاف وليس الاختطاف بمجموعة دي الاختطافات اللي عرفتها منطقة القبائل منذ 2019 حتى اليوم والتهمة أنها إرهابية وكما تعلمون أن المجلس الأعلى للجيش الوطني العام في الجزائر تصنف لماك الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل بمنظمة إرهابية رغم أن جميع قيادها يعيشون في باريس وبالتالي تهمة الإرهاب هي تدخل في إطار إرهاب الدولة ضد أي مناضل ضد أي رأي يخالف النظام الجزائري وكاميرا نيتسيد اليوم تم الحكم عليها بخمس سنوات سجن لأسباب غير مفهومة حتى المجلس الحقوق الإنسان للأمم المتحدة فهو ندد بهذا الاعتقال لأنها تدخل في إطار الخطف القصري أو يدخل في إطار الاعتقالات التي عرفتها منطقة القبائل ولكن تبقى كاميرا نيتسيد هي رئيسة الكونغريس بالمنصفة دي الكونغريس العالمي الأمازيغي والكونغريس العالمي الأمازيغي في قوانينه الأساسية هو ليس ضد الأنظمة هو ولا علاقة بالمنضمات السياسية هي منضمات المجتمع المدني تشتغل بشاركة مع الأمم التحديدة نشتغل بشاركة مع الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي في إطار حقوق الإنسان والمواتيق والعهود الدولية التي تعطي لحق لأي كان في منطقة شمال الأفريقية أنه يعبر على رأيه ويعبر على أمازيغيته بدون تحفظ لن القوانين الدولية وحتى القوانين الوطنية تعطي هذا الحق لأن الأمازيغية هي لغة رسمية في الجزائر منذ 2016 ولكن على مستوى الممارسة فأي أمازيغي فهو متهم بالإرهاب في منطقة القبائل وكما عرفتم في 1921 الحرائق التي عرفتها منطقة القبائل ومنطقة القبائل هي شعلة دي الأمازيغية على المستوى الدولي وهذا ليس بواليد اليوم هذا نعرفه منذ 1954 1954 في حرب التحرير خاصة بعد مؤتمر لصمام اللي اعطانا ججد جنحين جنح عسكري يريدوا ترسيخ الدولة عسكرية على النمط لبعتي أو دي الجمال عبد الناصر دونك الحزب الوحيد دي النظام عسكري ديكتاتوري وقيادات أمازيغية من القبائل تريدوا دولة مدنية وتم تطفيات جسدية على مستوى مجموعة دي القيادات عبان رمضان عبد الكريم كريم كريم بالقاسم لتمنى الاغتيات ديالو في ألمانيا الهروب ديال المجموعة ديال أيت حمد السويسرا بوضيا في عشف دين القنيطرا إذن المشكل ديال القبائل مع النظام المركزي لعقوب الذي فرضته فرنسا هو ليس وليد اليوم هو وليد الربعينات والخمسينيات واليوم منطقة القبائل تؤدي سمن ديال القرارات الجائرة ديال الدولة ديال النظام الجزائري وش هي رسالة من النظام العسكري الجزائري لحركة التقافية الأمازغية خصوصا في منطقة القبائل بالتزام الصمت وعدم طرح مجموعة الملفات التي تحرج النظام الجزائري على المستوى الدولي هو النظام الجزائري في إدارة عاملت كما قلت مع منطقة القبائل منطقة حرة منطقة لم تعرف عرفة الاستعمار ولكن عرفت مقاومة شريسة ضد الأتراك ومقاومة شريسة ضد فرنسا وبالتالي هي منطقة لا زالت فيها أحرار لا يريدون ماذا يريدون في أخير المطاف يريدون الديمقراطية المطالب سقف المطالب التي تتعرف منطقة القبائل هي الديمقراطية وكان أحزاب قوية داخل منطقة القبائل الف اس والارس دي واحد مجموعة دي الأحزاب التي لا تؤمن بالانفصال فهي تدخل في إطار الدولة جزائرية وتريد الديمقراطية في دولة جزائرية قوية لكن النظام الجزائري منذ الانتخابات التي عرفتها 2019 فالمنطقة القبائل لم تشارك في الانتخابات لا تشريعية ولا الدستورية ولا في انتخاب الرئيس الحالي أي منطقة القبائل في تيزيوزو كانت 0.8 وفي جاية المدون الكبيرة في منطقة القبائل كانت 0.18 أي أن القبائل يرفضون بالبت والمطلق أي انتخابات مزورة أي انتخابات ليست لها الشرعية الشعبية هل النظام الجزائري توزت من وجود علاقات ما بين الفاعلين على مستوى الحركة الأمازيغية وحكومة القبائل الموجودة على مستوى المنفع هناك حكومة على مستوى المنفع والقانون الدولي يعطيها الحق أنها تقرر مصيرها هذا حق والقانون الدولي واضح في هذا لإيطاني أن الشعوب هي التي تختار النظام السياسي الذي تريد هذا من جهة وصحيح أن الجزائر هي تستفز في العلاقات مع الكونغرس العالمي الأمازيغي لماذا؟ لأن فيه مغاربة وبالتالي أنا ليس للحق باش نزور الجزائر كما تعرفون تم الاعتقاد يلي في 2009 لمدة أسبوع تم الاعتقاد يلي في 2013 لماذا؟ لأنني أنتمي إلى الكونغرس العالمي الأمازيغي وقلت وأوضح وأكد أن الكونغرس العالمي الأمازيغي في قانونه الأساسي فهو منظمة ماشي سياسية هي منظمة حقوقية تدافع عن اللغة والثقافة الأمازيغية وتدافع الأمازيغ على جميع المستويات حتى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي إذن سقف المطالب دي الكونغرس العالمي الأمازيغي هي مطالب اجتماعية مطالب تقافية مطالب اقتصادية وكاميرا نيتسيد هي ضحية هذه المطالب اللي هي مطالب مشروعة ربما علاقاتنا مع المنتظم الدولي هو الذي يستفز النظام الجزائري لأن كما تعرفون أن التقارير دينا نقدمها في الأمم المتحدة في إطالة عهود بجوج تتعرفون من لا العهد الدولي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتقافية والعهد للحقوق المدني والسياسية فالجزائر هي مقعة عليها ومصادقة عليها وبالتالي هي أنتون كيتا بارتي يجب عليها أن تحترم هذه العهود باعتبار أنها وقعت عليها وصادقات عليها طرحنا القضية الأمازيغية في الاتحاد الإفريقي تنطرحوها على مستور برلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي أي تنمارس واحد الضغط على الدول لشمال إفريقيا بما فيهم الجزائر من أجل الحقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الأمازيغية لحتى الدول شمال إفريقيا وبما فيهم الجزائر قد تم الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في 2016 وبالتالي اليوم نضال واحد من أجل التفعيل هذا الطبع الرسمي الذي لا زال في قيمة صانعي القرار السياسي في الجزائر ما هي الخطوات القادمة التي تعتزمون القيم بها من أجل الترافع الإطلاق صراحة المعتقلي للحركة الأمازيغية من جهها ومن أجل لمان الاعتراف باللغة والتقافة الأمازيغية على مستوى الممارسة وليس على مستوى الخطاب ومنذ 2019 منذ الاعتقالات الأولى التي شهدتها الجزائر ومنطقة القبائل بشكل خاص لأن الأمازيغ لم يتواجدون أيضا منطقة القبائل كان المشاكل التي عرفتها منطقة رضياء المصاب كان المشاكل التي عرفتها منطقة قسطنطينة باتنا المشاكل منطقة الشوية أمازيغ إذن الخطوات للكونغريس العالمي الأمازيغ وهو الدور وطرح هذه القضايا على مستوى المنتظم الدولي وقمنا مجموعة ديال لوبينك على مستوى المنتظم الدولي من أجل الضغط على الجزائر من أجل إطلاق صراح جميع أقول جميع المعتقل الرأي ومعتقل الرأي ديال منطقة القبائل بشكل خاص